موسيقى تحدث عن لتوناوز بشكل عام ما جربت تعرف أنواع لتوناوز خليلي أنا وإياك نتعلم إيش يعني لتوناوز إيش يعني لتوناوز ولماذا ليش الإنجليز حطوا الضمائر أساسي تعال أقول لك هالقصة لو حكيت لك علي يلعب الكرة كويس لحد الآن تمام جيت قلت لك علي يحب النوم قلت ماشي يا أستاذ علي علي تمام وجيت كمان قلت لك علي إنسان رائع هون بتقول لي أي بعدين في الشوراك اللي علي فأجي الإنجليز قال لك ليش نزهق اللسمة للمستمع فإحنا فقط منعكم اسم واحد ومنحط محل الاسم ضمير لتسهيل الصوت وجعل الجملة مقبولة جعل الجملة مقبولة خليها صوتيا مقبولة أحلى لو جيت قلت لك مثلا علي قلت هوices هو اخي ما良 أجمل 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 في تأسيسنا اليوم مش طالب منك إلا تعرف لي أنواع الضمائر وأسماءها وبدنا نبلش بالسبجيكتب بالضمائر الفاعل شو يعني الفاعل هو اللي بقوم بالفعل هو اللي بقوم ناجح وناجحة بالفعل أول ضمير اللي هو الآي أول ضمير اللي هو الآي شو معنى الآي؟ أنا شو معنى الآي؟ أنا طيب الضمير الفاعل التالي اللي هو الشي شو معنى الشي؟ هي تدل على فيمير على البناء تالت ضمير أعزائي الطلاب هي هو بتدل على الولد الضمير ات عمين بتدني بدني على أي جماد طيب شو يعني جماد؟ بالانجليزي معناها العاقل الغير عاقل الغير عاقل غير عاقل اليو المخاطب تدل أيضا عن الفاعل اليو تحتمل أكتر من معنى يو معناها أنت معناها أنت معناها أنت معناها أنتم اليو تعامل معاملة الجمع في اللغة الإنجليزية وهذا سنتحدث به كثيرا الضمير ذي أيش معناها؟ هم أيضا جمع الضمير وي 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 معناها نحن معناها نحن هذه أمامك عزيزي الطالب ضمائر الفاعل التي تحدثنا عنها وسنعمل عليها كثيرا أيش معناها؟ صح أنا هي هو هي هو مش تروح تفكر لي يا عزيزي العربي لما اقول لك هي معناها بنت لا انسى 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 هي هو للولد شي هي للبنت ذي هم وي احنا يو أنت أو أنتم تحتمل أكثر من معنى وقتل الجماد ممكن القطة خلينا نشوف تمارين عليها لما اجي احكي لك مثلا جاك جاك سو مي مي واي لما اجي احكي لك جاك جاك وإن شاء الله بتنجح ومنوكل بدي فور بفور راشد عيد هيد هاد طالد مي نيجي أنا وإياك ندور ع الضمير وين الضمير هون هيد الضمير هون هيد هيد على مين بتعود قبل شوي شو علمتك أستاذ شو علمتك شو علمتك شو علمتك شو علمتك قال هيد هو للميل للولد طب مدامها للولد وين الولد في هذه الجملة أعزائي القلاب أكيد جاك هيد تعود على جاك هون وين الضمير مرة تاني والله عندي هيد عمين بتعود على راشد موسيقى 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 موسيقى